صباح الخير ومساعة عليكم معكم جيورجي عماد أخيرا بعد انتظار كتير قوي وتسريبات كتير جدا عن النوت 8 تم الإعلان عن النوت 8 في مؤتمر سامسونج والنهاردة أنا جاي أقول لكم عن الحاجات الجديدة اللي في النوت 8 فمن جرمان دا يا وقت خلينا نبتدي الزبابا الملعون أول حاجة خلينا نتكلم عليها هي الموبايل بيجي بنفس الشاشة اللي جيت بها الاس 8 والاس 8 بلس لكن فرق الهي أكبر والزوايا بتاعت الشاشة تحس اللي هي مربعة أكتر من الاس 8 ومن الاس 8 بلس بالنسبة لعرض الموبايل فهو عرض من الاس 8 لكنه مش عرض من النوت فاير الموبايل بيجي بأربع علوان الاسود والرمادي والدهبي والأزرق لكن اللون الأزرق مش هبقى موجود عندنا في السوق العربي الموبايل بيجي بشاشة 6.3 Quad HD Plus Screen وبتيجي بحاجة دي دا اسمها Premium HDR ودي بتخلي الالوان تبان أوضح في الفيديوهات اللي بتدعم الـ HDR بالنسبة للكاميرا فالنوت 8 او الموبايل من سلسلة النوت يجي بكاميرتين مش بكاميرا واحدة الكاميرا الاولى شبهة اللي في الاس 8 بتيجي ويد انجل وتبقى 12 ميجا بيكسل وبتيجي بخاصية الـ Dual Pixel وبالنسبة للفتحة العدسة هتبقى F.1.7 اما بالنسبة للكاميرا التانية فدي هتبقى Telephoto ودي بتسمح لك ان تعمل زوم اكتر مرتين من غير ما تخسر كواتي كتير والكاميرا دي هتبقى 12 ميجا بيكسل وبرضو بفتحة عدسة F.1.7 الحاجة الحالة اللي سامسونج عملتها في الكاميرتين ان الكاميرتين فيهم تثبيت صورة بصري أو OIS وبكده دي بقى اول موبايل بكاميرتين وفيه مسبت صورة بصري بالنسبة للكاميرا الامامية فالكاميرا معمولوش فيها اي تعديل والكاميرا لسه 8 ميجا بيكسل بالنسبة للمعالج فهو متغيرش الموبايل لسه بيجي بنسختين اول نسخة بتيجي بسناب دراجون 835 والنسخة التانية بتيجي بمعالج سامسونج X.8 895 والنسختين بيجي بستة جيجابايت رام لكن فيه نسخة مخصوصة معمولة لكوريا فيها 8 جيجابايت رام وبتيجي بمتين ستة وخمسين جيجابايت مساعد تخزين بالنسبة للنسخة اللي هتنزل في السوق العربي هتبقى فيها 64 جيجابايت مساعد تخزين والنسخة اللي هتروح للسوق الصيني هيبقى فيها 128 جيجابايت مساعد تخزين وكل النسخ ديت ممكن تحطي لها ميموري كارد نيجي لحاجة انا متأكد ان كتير منكم مستنينها وهي الاس بين او القلم اللي بيجي مع النوت 8 فيه حاجة جديدة سامسونج عملتها اسمها الرسالة الحية او اللايف ميسج ودي بتصيف لك اي كتاب انت بتكتبها بصيغة جيف ممكن تعمله شير على تويتر او على الفيسبوك وممكن تعمله سيف على الموبايل بتاعك وتيجي فوقت تاني تشوفه حاجة تاني ليه علاقة بالسكرين اوف ميمو ودي الملاحظات اللي ممكن تكتبها على الشاشة بتاعت الموبايل في الاول كان مصموح لك تكتب صفحة واحدة بس لكن دلوقتي مصموح لك انك تكتب لغاية ميت صفحة وممكن تعدي عليها في اي وقت دلوقتي انت ممكن تترجم اي كلام على الانترنت من خلال انك تمشي عليه الاس بين ومش بس هيترجم لك الكلام لا دا كمان هيترجم لك العملات يعني مثلا لو انت عايز تترجم الجملة فيها مثلا 5$ فهو هيترجم لك الجملة بالعربي هيحول لك 5$ بالعملات اللي في بلدك اخر حاجة هنتكلم عليها هي البطارية الموبايل بيجي ببطارية 3300 ميلي امبير والبطارية طبعا بيدعم الشحن السريع كما نكون وصلنا لاخر الفيديو اتمنى اكون اعطيتكم فكرة عن الموبايل الجديد بتاع سامسونج النوت 8 قول لنا رأيك في الكومنتات في الموبايل دوت وهل ممكن شركة تانية تنزل الموبايل ينافس النوت 8 او يكون احسن من النوت 8 خصوصا بالتسريبات الكتير اللي بتطلع للايفون برو ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد وما تنساش تعمل شير الفيديو عشان تشاركو مع صحابك كما اكم جورجي عماد واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة